أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح اتخاذ الكويت كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع وذلك تنفيذا لقراري مجلس الأمنة جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الصبيح أمام المجموعة المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش حيث أوضح أن تلك التدابير تتمثل في استباقية التحقيق بحالات الاجتباه والتحقيق عند عودة المقاتلين وإعادة إدماجهم ومشاركة المعلومات مع بقية الدول وأشار الصبيح إلى تعديل الكويت تشريعاتها بنحو يكفل تجريم كافة الأفعال الإرهابية من انضمام للجماعات أو اعتناق مذاهب هدامة أو الدعوة إلى الانضمام لها أو تمويلها أو مساعدتها أو الترويج لها وأضف أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المتواجدين في مناطق النزاع وملاحقتهم دوليا لإخضاعهم لمحاكمات عادلة وإدماجهم في برامج إعادة تأهيل